بيان كذب الإباض المفتري الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آل وصحب أجمعين أما بعد فهذا الجزء الثاني في الرد على الإباض المفتري الأثيم الذي زعم أن عقيدة أهل السنة والجماعة التي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم توافق عقيدة اليهود إخوان القرالة والخنازير وما قال ذلك إلا عن حقد دفين ورثه كابر عن كابر كفى الله المسلمين شرهم لقد زعم الإباضي الأثيم أن عصاة المسلمين الموحدين إذا ماتوا عن المعاصي لا يغفر الله تعالى لهم أبدا ومأواهم النار خالدين فيها مع فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب بل ومع إبليس وإن كانوا مؤمنين مسلمين موحدين وإن كانوا من المهاجر والأنصار بل وإن كانوا من الخلفاء الراشدين ولذلك من الإباضية من كفر الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن بي طالب رضي الله عنهما ومن لم يكفرهما لا ينكر على من كفرهما والعجيب الغريب من الإباضية أنهم يستعظمون وصف كبيرهم المعاصر بالكذاب المفتري بينما لا يستعظمون قتل الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن بي طالب رضي الله عنهما ومن ضلالات الإباضية وكبيرهم المفتري الأثيم أنهم ينزلون الآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين كما فعل أسلافهم تماما وصدق ابن عمر رضي الله عنهما لما قال في الخوارج وكان يراهم شرارة خلق الله قال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين وسبحان الله العظيم إلى يومنا هذا الإباضية يستدلون بالآيات التي ذكر الله فيها خلود الكفار في النار فيجعلونها على عصاة المسلمين الموحدين ولما كان القرآن كلام الله تعالى ولا يمكن أن يناقض بعضه بعضا وعند المتشابه منه يرجع المسلمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر الله تعالى بيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم كما في قولي تعالى وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولذلك إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكمنا إليه فيما تنازعنا فيه سنجد أحاديث كثيرة صحيحة تدل بالنص الصريح على خروج أقوام من النار منها واحد ما رواه البخاري في صحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال في حمية السيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية اثنان وروا مسلم في صحيحة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجئ بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية ثلاثة وروى البخاري في صحيحة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال ثم يقال لي أرفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود أربعة وروى البخاري في صعيحة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوى إلى آخر الحديث خمسة وروى البخاري في صعيحة حديثا طويلا عن أبي هرية رضي الله عنه قال قالوا ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة إلى أن قال حتى إلا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم إلى آخر الحديث ثالثا وروى البخاري في صحيحة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجوا من النار بالشفاعة إلى آخر الحديث سبعة وروى البخاري في صعيحة عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرجوا قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين ثمانية وروى البخاري في صعيحة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إلى أهل الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ورة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير تسعة وروا مسلم في صائحة حديث طويلا عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفس بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوالهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقالهم أخرجوا من عرفتم إلى آخر الحديث عشرة وروا مسلم في صعيه عن أبي سعيد قدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا إلى آخر الحديث قلت وهذه عشرة أحاديث كلها في البخاري ومسلم عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأنا اسم المالك وجاء بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين وروا غيرها أصحاب المسانيد والجوامع والسنن وهي أحاديث مشهورة عرفها عامته للعلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين ولم ينكروها ولم يكذب بها إلا الزنادقة والملحدون أهل البدع والأهواء ولم يقل صاحب هدى قط نأخذ بالقرآن دون السنة كما قالت الإباضية وزعموا أنها إلى حاديث مكذوبة موضوعة وأنها من أحاديث اليهود ولو كانت في الصحيحين وزعموا زورا وبهتانا أنها تخالف القرآن والحق أنها خالفت أهواءهم وعقيدتهم والآيات التي استدلوا بها على وجهين الأول أنها نزلت صراحة في الكفار والكفار لا شك أنهم مخلدون في نار جهنم أبدا الثاني أنها مجملة فبينت السنة بأن أهل التوحيد والإيمان لا يخلدون في النار إلى الأبد وينعذبوا فيها فإنهم يعذبون فيها إلى أمد ثم يخرجون منها ويدخلهم الله تعالى الجنة برحمة وفضله والمسأة واضعة ظاهرة والحمد لله رب العالمين ملحوظة قد يقول قائل لماذا تتقصد في الرد كبير الإباضية المفتر الأثيم دون غيره من الإباضية والجواب أولا لأن الرد على كبيرهم أولى من الرد على النكرات ثانيا لأن كبيرهم هو الذي علموا هذه العقائد الباطلة ورباهم عليها ثالثا لأن كبيرهم يتظاهر أنه يسعى إلى وحدة المسلمين وتباكى على تفرقهم وفي مجالسه الخاصة يطعن بعقيدة أهل السنة ويسخر منها ويربيهم على ذلك رابعا الضرب يجب أن يكون على الرأس وليس على الذيل والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين